أخ كاظم علي يقول عزيزي أستاذ أحمد إن الأحزاب الدينية لا تؤمن أصلاً بالنظام الديمقراطي ما قال لك ذلك يا أخي العزيز لا تطلق هكذا أحكام لا تؤمن أصلاً ما قال هي ملتزمة وتدعو وتعمل وتشارك فيه ماذا تريد منها؟ تريد أن تبحث في قلب الناس الله سبحانه وتعالى حتى عندما جاء بالدين جاء بالإسلام لم يأمر النبي بأن يشق قلوب الناس وينظر ماذا في حقيقتهم هل يؤمنون بالله واليوم الآخر وبالإسلام أو لا وحتى أدنا قصة معروفة في أحد الحروب زيد بن حارثة أو أسامة أو واحد كان يعني رافع السيف على مشرك حتى يقتله في الحرب فقال أشهد أن لا إلى أهل الله وأنا محمد رسول الله فقتله فجاء إلى النبي وقال له أنا فعلت كذا وقال له هل شققت قلبه وقال لا هو أعلن إسلام خوفه من القتل قال له حتى لو أعلن إسلام خوفه من القتل أنت مو مكلف بأن تقتله فإحنا مو مكلف أن نبحث عن قلوب الناس وأنهم يؤمنون بحقيقتهم وبقلبهم بالنظام الديمقراطي أو لا يؤمنون إنما يجب أن نراهم هل يلتزمون بالنظام الديمقراطي هل يلتزمون بالحرية هل يحفظون الحقوق والقانون ويحترمون الناس أو يسلبون وينهبون ويرتشون ويظلمون ويضغم هنا علينا أن نلاحظ عملهم يقول الأخ كاظم علي إنما تتخذه يقصد الأحزاب الدينية تتخذه سلما للوصول إلى سدة الحكم وهذا ممكن هذا ممكن ليسهم فقط كل أحزاب صدام حسين ما كان رافع شعار وحده حرية اشتراكية حزب البعث ولكن ماذا فعل ألم يفعل عكس هذه الشعارات من الظلم والطغيان والاستبداد والتفرقة بين الشعوب العربية فهذا احتمال وارد كل حزب احتمال وارد ينقلب وكل إنسان مو بس كل حزب كل إنسان ممكن ينقلب على ذاته يمكن ينقلب على شعاراته يمكن يرتد يمكن يصير شيء ثاني فيجب إذا تولى مسئولية أو سلطة أو زعامة يجب على الناس أن تراكب إذا كان الشعب وعامة الناس واعين وأحياء مو أموات سوف يضعون حداً له ويمنعوه من الانقلاب أو التطرف أو يعني عكس ما رفع من الشعارات نحن نلاحظ الشعوب الحية في بريطانيا في أوروبا في أماكن أخرى دائماً إذا الرئيس الحزب أطلق شعار يطالبو بتطبيق ذلك الشعار وإذا عجز يستقيل أو يطلعون نظاهرون ضده حتى يستقيل فإذن هذا عاد للشعب لا نلقي اللوم كله على الأحزاب الدينية بصورة مطلقة أو نحصر اللوم فقط في الأحزاب الدينية حتى الأحزاب غير الدينية حتى الألمانية حتى الليبرالية حتى المقدر لا أدري شنو أيضاً ممكن نفس الحالة تسويها وتعيشها يواصل الأخ كاظم علي يقول فهل تتصور أن الأحزاب الدينية لو خسرت بالانتخابات ستخرج من سدة الحكم لا يا عزيزي هذا أيضاً لا يعود إليها يعود إلى الناس إلى بقية الأحزاب إلى أي حزب اللي يشبث بالسلطة بصورة غير ديمقراطية وينقلب على الدستور يجب أن نقاومه يجب أن نحاربه يجب أن نسقطه يعني الشعب يجب أن يكون حي حتى يمنعه إذا الشعب ميت ولاهي وكله بالطوبة وكله بالتجارة وكله بكذا وما يفكر بالسياسة وما يفكر بماذا يفعل الحكام وماذا تفعل الأحزاب طبعاً هم يفعل وما يشاءون أما لو الشعب كان حي سوف يقاوم أي انحراف وأي انقلاب على الدستور أساساً يجب أن نحترم الدستور ونؤمن بالدستور حتى إذا انقلب أي حاكم على الدستور انقاومه ونحاربه أما إذا ما كنا بعدما عامت الشعب ما يؤمن بالدستور فالمشكلة إذن صارت في الشعب وليس في الأحزاب الدينية يقول فبالانتخابات 2010 لم يكن الإسلاميين الأغلبية ورغم ذلك حرفوا قرارات المحكمة الدستورية وبقوا في السلطة هذا يعني التفاصيل هذه لأنه هذا رح ندخل نحن نبحث فكر عام الفرق بين التشياء العلوي وتشياء الصفوي ولا نريد أن نناقش الآن ماذا حدث قبل أربع خمس سنوات وكيف بقى فلان بالسلطة وكيف المحكمة الدستورية أفتت ولا هو حور أو حرف وهذا إشارات أخرى يعني ليست موضوعنا الآن مع ترامي لملاحظتك ولكلامك المهم لم يفهموا معنا دولة أي دولة مواطن فهي نظام حديث لم تصل أقولهم الفارغة في غياه بالتاريخ إليه يعني على أي حال إحنا بحاجة إلى تطوير ثقافتنا الديمقراطية الشعبية حتى نستطيع أن يعني نحافظ على المنجزات التي حققناها وحققها الشعب بنظاله والجهاد الطويل وشهدائه و الناس الذين عانوا كثيرا حتى نصل إلى مرحلة متقدمة من التطور السياسي وإذا رأينا أي محاولة للانقلاب أو الرجوع أو الردة نقومها ب كل قوتنا الأخ قاسم بالترجمة نانسي قنقر